اشتركوا في القناة فيشهد عالمنا الإسلامي موجات متلاطمة من الفتن والمحن والاهواء والاختلاف والاقتتال والاحتراب وكل ذلك سببه البعد عن عقيدة الإسلام وعن منهج الإسلام وكل ذلك سببه الجهل والاهواء والبدع ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك شد التحذير فقال كما في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وفي هذا الحديث العظيم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف ومن الافتراق ويحذر صلى الله عليه وسلم من الابتعاد عن السنة من مجانبة الكتاب والسنة ومن تنكب سبيل سلف الأمة من الصحابة والتابعين وخير القرون الذين بالحق قاموا وبه يعدلون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ورسول صلى الله عليه وسلم وحذر من غربة الدين وأن الدين سيعود غريبا كما بدأ وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغربة وطوبا قيل هي الحياة الطيبة في الجنة وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد السريع المضمر مئة سنة ما يقطعها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يفترقون إلى فرق كثيرة فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرق وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله يعني الفرق الناجية قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهذا هو المعيار وهذا هو المحق ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو سبيل النجاح لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصر فلابد من اتباع الكتاب والسنة بفهم وعلم وعمل سلف الأمة وبذلك تنجو الأمة من هذه الفتن المدلهمة وتفوز وذلك حينما تعود إلى دينها الحق مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين والعين بيع ربوي فيه احتيال على دين الله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم فانظر يا رعاك الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم فالمخرج من هذه الفتن ومن هذا الاختلاف ومن هذا الانحراف ومن هذا التشتت والتشرد إنما هو الرجوع إلى الدين الحق حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى دينكم الذي ارتضاه الله لكم أي إلى دينكم الذي ترككم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكيف نرجع إلى ديننا هل نرجع إلى ديننا على منهج الخوارج المكفرة الذين يسفكون الدماء بلا حساب أم نرجع إلى ديننا على طريقة الرافضة الذين يلعنون أصحاب نبينا ويشككون في قرآننا ويطعنون في عقيدتنا هل نرجع إلى ديننا على طريقة المعتزلة القائلين بخلق القرآن هل نرجع إلى ديننا على طريقة المرجئة الذين يخرجون العمل الصالح من مسمى الإيمان أم هل نرجع إلى ديننا على طريقة الباطنية والصوفية الذين يقولون إن الدين ينقسم إلى حقيقة وشريعة وإن الأولياء أفضل من الأنبياء حاش لله وكلا بل نرجع إلى ديننا على نهج السلف الصالح على منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم كتابا وسنة بفهم سلف الأمة نرجع إلى ديننا الدين الذي ارتضاه الله لنا الدين الذي قال الله عز وجل فيه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الدين الذي قال فيه عليه الصلاح ما أنا عليه وأصحابي فكل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو خارج عن الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم الذي نسأل الله كل يوم الثبات عليه والاستقامة عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين أنعم الله عليهم بينهم ربنا في سورة النساء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مبتعدين عن مناهج الضلال عن مناهج أهل الغلو ومناهج أهل الإفراط والتفريط غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا كنا كذلك فنرجو السلامة ونرجو للأمة أن تعود وأن تفيق من غفلتها وأن تعود إليها عافيتها وأن يكتب لها الفلاح والتمكين في الأرض وأن ينصرها الله عز وجل على أنفسها وعلى أعدائها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وعلينا أن نسلك غرس العلماء الربانيين في القديم وفي الحديث أما في القديم فعلى رأسهم أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي وغيرهم وفي عصرنا هذا على سنن ونهج أئمتنا وعلمائنا الربانيين الثلاثة ابن باز والألباني وابن العثيمين هؤلاء العلماء الذين أفضوا إلى ربهم وجاهدوا في الله حق الجهان وقضوا وهم يذبون عن دين الله كل دخيل وهم يؤسسون لمنهج أهل السنة والجماعة يذبون عنه وينافحون عنه ويعملون على تأكيده وترسيخه فهم خير خلف لخير سلف حشرنا الله معهم بمنه وكرمه تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء ها نحن اليوم في غربة في غربة الدين فالماسك على دينه كالقابض على الجمر ولما سئله صلى الله عليه وسلم عن الغرباء قال قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون من يعصهم أكثر من من يطيعهم وفي رواية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي جعلني الله وإياكم منهم أيها الإخوة المشاهدون ونسأل الله تعالى أن ينصر بنا دينه وأن يُعْلِيَ بنا كلمته وأن يجعلنا هداءة مهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا سوارة الإمان سارة penيبور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة